بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دالة عددية لبكالوريا 2008 شعبة علوم التجربية كما أنصح باقي الشعب بمتابعة الحل إذن لننطلق على بركة الله قال المنحني C المقابل هو التمثيل البياني للدالة G المعرفة من المجال من ناقص 1 إلى زائد ملنيا وها هو الآن كما تعلمون أبنائي أن مجموعة التعريف تكون على هذا المحور لهو محور الفواصل لاحظوا جيدا من أين تنطلق يم X تنطلق من هذا المكان لهو ناقص 1 ووضع هذا الرمز لأن المجال مفتوح إلى غاية أبنائي ماذا إلى غاية الزائد ملنيا هذه فيما يخص مجموعة التعريف التي أعطيت لنا الآن وأعطيت لنا العبارة قال بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات دالة G إذن هنا توقف السؤال لاحظوا جيدا معي أبنائي نقطة نقطة أولا لو نأتي الآن بجدول تغيرات كجدول فارغ ونلاحظ كيف يمكن ملأه من خلال المنحنة إذن نكتب هنا نكتب جدول تغيرات الدالة G إذن هنا هذا ما نسميه محور الفواصل محور الفواصل الذي يحمل ماذا أبنائي يحمل مجموعة التعريف يعني X من ناقص واحد إلى غاية الزائد ملنيا لكن قال الدالة غير معرفة عند الواحد معناه علينا أن نحترم هكذا حتى نثبت أن الدالة غير معرفة عند ناقص واحد عندنا كذلك هنا جهة المشتقة وهي G فتحة لX كيف هي الدالة؟ لاحظوا جيدا لو نتابع السهم هكذا كما أشير هنا باللون الأخضر كيف تظهر لكم؟ تظهر إنها متزايدة معناه نجعل هنا رمز الزائد هكذا كما أشير وعندنا الجهة الأخيرة وهي جهة الصور وهي G لX G لX قلنا بما أنها متزايدة معناه نضع رمز هكذا رمز التزايد فقط لاحظتم بهذه البساطة فقط أبنائي هنا عندنا كذلك عندنا لو نأتي الآن إلى صورة هذه كم تظهر لكم؟ تظهر لنا إنها الناقص 2 إذن نكتب هنا ناقص 2 وعندنا هنا لو تلاحظون ما زالت ترتفع ترتفع مع هذا المحور تظهر أنها تذهب إلى الزائد ملانية معناه هنا نضع زائد ملانية هيا ها قد الآن أبنائي قد قمنا بملء ماذا بجدول تغيير لأننا قلت صورة هذه الناقص 1 كم تلاحظونها تظهر إنها كم إنها الناقص 2 لأنها هو ها هو 1 وهو الناقص 1 وهو الناقص 2 الآن بعد ما أكملنا معاه هذا السؤال نأتي إلى السؤال الذي قال وحدد نتابع جيدا قال وحدد جيلي ركزوا جيلي سير حدد يعني قيمتها إذن نقول تحديد تحديد جيلي سفر يعني قيمتها هنا لاحظوا الجيلي سفر ها هو السفر في هذا المكان السفر لو نلاحظه جيدا ها هي صورته كم يا أبنائي لها ناقص 1 إذن نقول جيلي سفر تساوي كم تساوي لنا ناقص 1 قال والسؤال وإشارة جيلي النصف لم يقول قيمتها لأنه يصعب قيمتها تعيين قيمتها هنا في المنهاني النصف أين هو ها هو النصف لأنها هو واحد إذن ها هو النصف لو نلاحظ جيدا هكذا وهكذا لا يمكن أن نقول إنها قيمة مثلا بالتقريب لا هو قال صورتها صورتها تظهر إنها كيف هي إنها صورة مجبة معناه نقول هكذا جيلي واحد على إثنان اللي هي جيلي نصف قيمة كيف هي مجبة تماما وهذه اللي هي هذه قيمة سليبة تماما كي تعلموا ذلك يا أبني لأن أكيد سوف يطرح سؤال آخر لا الآن بعدما وجدنا هذا الشيء نأتي أبني إلى السؤال الآخر أركزوا معي قال علّي الوجود عدد حقيق ألفا من المجال من ماذا من الصفر إلى النصف يعني من هنا إلى غاية هنا يوجد بينهم ألفا ها هنا هنا يكون ألفا في نقطة تقاطع مع محور الفواصل منحني مع محور الفواصل قال يحقق جيلي ماذا جيلي ألفا تسوي لنا الصفر أكيد هنا نظرية القيم ماذا المتوسطة أولا نقول التعليل على وجود وجود ألفا حيث هذا الألفا ينتمي من من ماذا من الصفر إلى النصف هكذا كما أشير حيث يحقق لنا أن جيلي ألفا تصبح تسوي لنا صفر نقول هنا أركز أرجوكم الدالة من هذا المجال من هذا المجال إلى هنا يعني كيف هي انظروا جيدا انظروا جيدا إنها كيف إنها مستمر نقول بما أن أدالة جي كيف هي مستمرة وماذا ومتزايدة تماما يهمنا المجال على المجال على المجال الذي نتحدث عليه لهو من الصفر إلى النصف هذا الأمر الأول وماذا وجيلي كم جيلي صفر كم وجدناها جيلي صفر ها هي أمامكم لهي ناقص واحد ناقص واحد وهي قيمة كيف هي سالبة وعندنا جيلي نصف كيف هي إشارتها موجبة إذن واحد موجب والآخر سالب نقول هنا كجملة نقول حسب إذن حسب لأن الصفر أين ينتمي الصفر يا أبناء مهما كان ينتمي يكون محصول ما بين قيمة مجبة وقيمة سالبة نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن ماذا فإن جيلي آلف تساوي صفر تقبل هذه أو يمكن نقول جيلي إكس تقبل حلا وحيدا وحيدا آلف حيث آلف ينتمي لنا من الصفر إلى النصفة يحقق ماذا يحق أبناء يحقق أن جيلي آلف تساوي صفر جيلي آلف تساوي صفر معناها ما معنى جيلي آلف معناها هذه في هذه الأمكنة لما إكس يأخذ آلف إعلموا أن جيلي آلف كم تصبح تساوي تساوي الصفر معنا تتقاطع معها في المنحانية تقاطع مع محور فواصل في هذه القيمة التي هي آلف فقط هذا هو الجواب يعني لما نجد أسئلة من هذا النوع إعلموا أن نظرية قيمة وسيطة الآن ثم قال استنتج إشارة جيلي إكس على المجال ها هو أمامكم سوف أريكم ذلك من البيان بأمي أعينكم ثم نقوم بملء الجدول فقط لاحظوا إذن نقول هنا تابعوا أبنائي أولا نقول كعنوان استنتاج إشارة جيلي إكس أكيد على المجال المعطل هو من ناقص واحد إلى غاية الزائد مال النهائي انظروا جيدا متابع جيدا أبنائي إذن هنا في الإشارة أبنائي نتابع جيدا من الملحنة يمكن إظهار ذلك أولا هنا نكتب إكس هنا نقص واحد أن الدلة غير معرفة عليكم أن تنتبهوا إلى ذلك أن الدلة هنا غير معرفة عند الواحد وعندنا هنا كذلك يا أبنائي زائد مال النهائي وهنا نضع جيلي إكس قلنا عندما تنعدم الجيلي إكس قلنا أن جيلي آلف يساوي سيفر من نظرة قيمة توسطة إذن هنا لما نعوذ بالآلف تصبح العبارة جيلي يساوي سيفر انظروا جيدا لاحظوا دائما هنا لإشارة جيلي إكس أم أفلي إكس هنا ضعوا على محور الفواصل ما وقع تحت محور الفواصل نقول عليه ناقص نقول عليه كيف ناقص إذن يكون هنا ناقص وما كان في هذا المكان لأن هنا تكون آلف تكون جي كم سيفر وهنا كم تكون ما فوق محور الفواصل يكون مجب إذن نضع هنا زائد فقط بهذه البصرة الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي نأتي إلى السؤال الثاني قال F هي الدالة العددية المعرفة على المجال نفس المجال الذي معرف عليه G وهو من ناقص 1 إلى زائد ملني هيا ب عبارة ها هي أمامكم يا أبنائي لاحظوا جيدا ها هي العبارة قال وليكن تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجنس OEG قال تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي X في المجال وهو من ناقص 1 إلى زائد ملني فإن هذه العبارة صحيح إذن نقول البرهان أن البرهان أو التحقق يمكننا أن نكتب التحقق إذن التحقق أن ماذا أن هذه العبارة بالرغم مهما كان X ينتمي إلى ذلك من جمعة التعريف أن هذه العبارة صحيحة ما معناه معناه علينا أن نجد أن هذه العبارة على ماذا على المقام هذا لكن قوة ثلاثة نتابع يعني ما علينا هنا ما يرغمنا إلا عملية الإشتقاق نتابع جيدا أبناء علينا هذه أن نضع هنا صوب أعلينا كي نصل إليها ونعمل جاهدنا لتحقيق ذلك نتابع هنا الدلة الدلة ناطقة مكتوبة على شكل U على V هذه قانونها فالمشتق ماذا يقول مشتق البسط في المقام مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع هذه قاعدة مشتق دلة ناطقة إذن فتصبح لنا F نركز F فتح لX تساوي أول شيء نضع خط الكسر هكذا احتلت خطيط الأمور أولا قال المقام مربع المقام مربع ما نصبح لنا X زائد 1 لكل قوة ماذا قوة 4 لماذا لأن هذا الاثنان ونربع يصبح قوة 4 مشتق البسط X قوة 3 ما هو مشتق أن هذا ينزل إلى هنا يعني تصبح لنا 3 وفي العبارة وننقص لها تراجع وتصبح لنا ماذا تصبح لنا 3 X مربع زائد هذا ينزل إلى هنا تصبح لنا زائد 6 في X لأن كانت X مربع تصبح X زائد 3 X هذا لما نشتق يبقى لنا إلا العدد ومشتق هذا العدد يذهب إلى الصفر إذن المشتق البسط لماذا في المقام لاحظوا جيدا في المقام ها هو المقام انظروا ناقص مشتق المقام مشتق المقام أبنائي لهو هنا دل مركبة لهو X زائد 1 الكل مربع نريد أن نشتق ه بقاعدة دل مركبة فماذا تقول هذا ينزل نصبح لنا 2 في مشتق هذه التي بالداخل مشتق X زائد 1 أكيد هو 1 فقط في العبارة هي X زائد 1 لكن بعدما كانت قوة 2 تصبح لنا قوة 1 هذا وقانون إذا قلنا مثلا F قوة 2 كمشتق ماذا تسوي هذا ينزل نصبح لنا 2 في مشتق التي بالداخل هذه الصغيرة في العبارة وأنقص لها 1 إذن هذا قانون دلق أنونية إذن فتصبح لنا ماذا تصبح لنا 2 في X زائد 1 في ماذا في البسط البسط يبقى كما هو X قوة 3 زائد 3 X مربع زائد 3 X ناقص ماذا ناقص 1 ونجعل خط الكسر هكذا ونغلق هذه القوس الآن أبنائي قبل أن نقوم بعملية النشر علينا أن نرى أنه يمكن اختزال 1 من هنا و1 من هنا و1 من هنا قبل أن تنشر وإلا سوف لا تصلون إلى المطلوب الذي طلب فتصبح لنا F فتح ل X تساوي نضع خط الكسر هكذا في المقام ماذا يبقى لنا يبقى لنا X زائد 1 لكل قوة 3 انظروا جيدا بعدما كانت قوة 4 يبقى لنا قوة 3 في ماذا في 3 X لاحظوا هنا أبنائي هنا ربما أخطأنا فقط زائد 2 قلت زائد 2 نعتذر حسبتها هذه نعتذر فقط أبنائي أرجوكم أعذروني إذن لأن حسبت أن هذا العدد هو هذا فقط إذن هنا زائد 2 لا يهم سوف نكمل الآن في X قلنا 3X مربع زائد 6X زائد 3 في X زائد 1 ناقص 2 في X قوة 3 زائد 3X مربع زائد 3X زائد ماذا زائد 2 هكذا أبنائي انظروا جيدا ثم الآن نكمل دائما هذه العبارة نجعلها صوب عيني حتى يجب أن أصل إليها على المقام قوة 3 على المقام قلنا ماذا قوة 3 لأن أنظر تحقق أنها قوة 3 الآن ننشر فتصبح تساوي ثم نضع خط كسر هكذا وننطلق في عملية النشر أول شيء نكتب المقام كما هو ونحن كما هو قوة 3 ثم نأتي هذا في هذا يصبح لنا ماذا يصبح لنا 3x قوة 3 ثم هذا في هذا يصبح لنا ماذا يصبح لنا زائد ثلاث iex مربع ثم هذا في هذا زائد ما ذهزبا ستة x مربع ثم هذا في هذا زائد ستة x ثم عندنا هذا في هذا remaining في هذا يصبح لنا زائد ثلاثة اكس ثم هذا في هذا زائد ثلاثة ثم هذا هنا ندخله تصبح لنا ناقص اثنان اكس قوة ثلاثة ناقص ماذا ناقص ستة اكس مربع ثم ناقص ستة اكس ثم زائد ماذا ناقص اربعة نلاحظ هل نصد الى الشيء المطلوب ام لا عندنا بعض الاختزالة سوف تحدث اولا نعيد كتابة هذا الامر الآن نكتب اف فتحة لكس وتساوي ننطلق اولا بالأس الكبير عندي هذا مع ماذا مع هذا كم يعطي لنا ثلاثة اكس قوة ثلاثة ناقص اثنان اكس تصبح لنا كم تصبح لنا اكس قوة ثلاثة الامر الاول انتهى دوره هذا انتهى دوره وها هي قيمته ناتي الان الى ماذا الى هذا مع هذا مع هذا هذا ذهب مباشرة مع هذا انظروا جيدا بقيت لنا ماذا بقيت لنا ثلاثة اكس مربع اذا هذا انتهى دوره جاء هذا انتهى دوره بقيت لنا كذلك ماذا بقي بقي لنا انه هذا ذهب مع هذا بقيت لنا هذه القيمة بقطة اللي هي ثلاثة اكس ثم جاءت بقيت لنا هذه وهذه ثلاثة ناقص اربع لهو ناقص واحد على المقام لهو اكس زائد واحد لكل قوة ثلاثة وانها ماذا وانها لا تلك العبارة التي كنا نبحث عليها انظروا جيدا تصبح تساوي جيلي اكس ها هي وانظروها اليس هذه جيلي اكس انظرو هنا انها جيلي اكس يا ابنائي الان قلت جيلي اكس على المقام لهو اكس زائد واحد لكل قوة ماذا قوة ثلاثة وهو المطلوب فقط نعتذر الا هنا يعني نسيت يا ابنائي كتبت النقص واحد فقط اعذلوني جزاكم الله وخيرا اذا نقول ومنه اذا نقول ومنه اف فتحة لي اكس تساوي جيلي اكس على اكس زائد واحد لكل وماذا قوة ثلاثة بهذه البساطة المطلقة فقط اذا ومن خلال هذا الشيء الذي توصلنا عليه ماذا يمكن ان نقول نقول ومنه لاحظوا جيدا ومنه ابنائي اشارة اف فتحة لي اكس من اشارة ماذا من اشارة جيلي اكس لانها ماذا لان اكس زائد واحد قوة ثلاثة قيمة موجبة تماما في المجال المجال هذه دائما ليست دائما موجبة لكن المجال الذي يعطي لنا اللي هو من ناقص واحد الى غاية زائد ما دائما تكون موجبة حتى ولو جئنا الى هنا ووضعنا جدوى الاشارة هكذا وقلنا اكس زائد واحد هنا ناقص واحد وهنا زائد ما افوا سوف اعطيكم نقطة نقطة اصبح لا اذا قلنا هنا ناقص ما ناقص هنا ناقص واحد وهنا زائد ما لا نهاية انها عبرة من درجة الاولى اذا هنا ناقص وهنا زائد حتى ولو قال ابنا هكذا قوة ثلاثة لانا قوة ثلاثة قوة فرضية يعني لا تبقى دائما الاشارة تبقى لانا ناقص وهنا زائد ومجموعة التعريف من هنا الى هنا اذا كيف هي انها موجبة فتصبح لنا اشارة الافة على اكس من اشارة جيلي اكس واشارة جيلي اكس يا ابنائي ها هي قد وجدناها في هذا الجدول انظروا جيدا حتى تكون على علم وجدناها في هذا الجدول ها هو الجدول اذا مذهب منه وماذا نقول ومنه الدالة الدالة اهف كيف هي لاحظوا جيدا متناقصة متناقصة تماما على ماذا على المجال من هنا الى هنا متناقصة تماما من المجال ناقص واحد الى الفة ومتزايدة متزايدة تماما على المجال ما هو المجال الذي موجود في الزائد من هنا الى هنا لهي كم أبنائي لهي من الآلفة إلى الزائد ما لا نهاية بهذه البساطة إذن لماذا لأن عند وجدنا F فتحة لX قلنا تسألنا G لX ليست G فتحة على ماذا على X زائد واحد لكل قوة ثلاثة المقام مجب فإن إشارتها من إشارة فماذا يمكن علينا أن نقول على F على F فتحة لالفة انظروا جيدا قلنا أنه في هذا المكان يمكن حتى نكتب F فتحة لX لأن المسؤول هو G لX إذن F فتحة لX هنا عند الآلفة انظروا كم تصبح تساوي تصبح تساوي لنا صفر لأن حتى ولو عوضنا هنا بهكذا قلنا هذه كم تعطي لنا تعطي لنا صفر إذن نصبح لنا صفر على ألفة زائد واحد مهما كان تبقى لنا صفر إذن F فتحة لالفة تساوي لنا الصفر قلت F فتحة لالفة كم تساوي لنا الصفر لماذا؟ لأن تنعدم المشتقة عند الآلفة لأن الآلفة يعدم الجيل X من نظرية القيم المتوسطة تذكروا هذه الموطعية التي توصلنا إلى أن المشتقة تنعدم عند ماذا؟ تنعدم عند آلفة لكي نجيب على هذا السؤال لاحظوا جيدا قال عين دون حساب هذه النهاية نهاية هذه النسبة لاحظوا جيدا هذه النسبة نقول تعين دون حساب تعين دون حساب هذا الشيء لمت هذه لاحظوا جيدا نحن ماذا قلنا يا أبناء؟ تذكروا قلنا ها هو الشيء التي وجدناه لاحظوا جيدا وكأنما هنا ماذا؟ وكأنما هذه العبارة التي أعطيت لنا تابعوا جيدا هذه العبارة يا أبناء هي لمن؟ هي رمزة؟ أو هو قانون الاشتقاقية عند آلفة لأن قانون الاشتقاقية ماذا يقول؟ قانون الاشتقاقية يقول للمت آف لإكس ناقص آف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما الإكس يقول إلى الإكس صفر يساوي ماذا؟ يساوي أن آف فتحة لإكس صفر هنا بالمطابقة ماذا نجد؟ تابعوا ما نجد لو نعوذ هنا بالآلفة؟ هنا آلفة وهنا آلفة وهنا آلفة وهنا آلفة انظروا جيدا معناه ماذا نجد؟ أليس تصبح لنا تساوينا آف فتحة لآلفة وآف فتحة لآلفة انظروا كم هي؟ أليس هي الصفر؟ نعم إنها الصفر إذن هذه بدون حساب إنها الصفر لماذا يمكن أن نكمل؟ نقول تساوينا آف فتحة لآلفة وآف فتحة لآلفة أجبنا عليها السؤال الذي قبل إذن تساوي الصفر لاحظتم إذن تساوي الصفر الآن لماذا؟ لأن F تحقنا أنها تنعدم عند الألف قال وفسر نتيجة بيانيا نقول التفسير البياني التفسير إذن التفسير البياني التفسير البياني هنا ماذا نقول؟ نقول CF يقبل مماسا كيف هو؟ أفقيا بلغة أخرى موازيا لمحور الفواصل دائما المكان الذي تنعدم فيه المشتقة دائما تكون إذا رسمنا هكذا المماس يكون أفقيا يعني ميله يكون يساوي الصفر عند هذا المكان أو عند كل قيمة حدية دنيا أو قيمة حدية عظمى يعني هنا كذلك تقبل مماسا كيف هو؟ أفوقي وهنا أفوقي يعني ميله يعني ليس بما إلى هكذا لأن يكون لأن دائما نحن نعلم إذا قلنا الـ F فتحة فنعلم أن هذا المقصد منه أنه هو ماذا هو ميل أو معامل توجيه المماس المشتقة هي معامل توجيه إذا معامل توجيه هنا كم يساوي؟ يساوي لنا الصفر يعني ميله يساوي الصفر معناه يكون مماسا كيف هو؟ أفقيا دائما عند الأماكن التي تنعدم عندها المشتقة عند الحفرة والجبل مثل هذه الحفرة وهذا جبل دائما المنحن يقبل مماسا كيف هو؟ أفقيا مهما كان هكذا يا أبناء فقط نأتي الآن إلى السؤال الذي بعده قال أحسب نهاية هذه إذن نقول حساب ماذا؟ النهاية هنا في حساب النهاية أبنائي ننطلق بالنهاية الأولى التي أعطيت لنا وهي limit F لـ X لما الـ X يؤول إلى الناقص واحد لكن بقيم ماذا؟ بقيم أكبر تساوي لاحظوا جيدا أبنائي تصبح تساوينا limit limit هذه العبارة لكن هذه العبارة يمكن أن نكتبها كيف؟ نكتبها كذا X قوى 3 زائد 3X مربع زائد 3X زائد 2 انظروا جيدا كيف يكتب في 1 على X زائد 1 الكل مربع لما الـ X يؤول إلى ناقص واحد بقيم أكبر سوف أذكركم بنهاية أبناء لأن هنا البسط في البسط والمقام في المقام لا بفعل شيء يمكن لكم ضرب هذا وهذا لأن مقامه واحد عندنا نهاية شهرة عليكم أن تعرفوها وهي limit 1 على X ناقص A الكل مربعة لما الـ X يؤول إلى الـ A إنها تساوي عفوا لما الـ X يؤول عفوا ركزوا نعم لما قلت الـ X يؤول إلى الـ A بقيم أكبر أو أصغر هنا حتى لو نجعل قيمة مطلقة معنا هذه مشهورة أنها تساوينا زائد ما لنهاية 1 على X ناقص الكل لكن لاحظوا الكل مربعة لأنها تبقى دائما هذه أستعطيكم صفر زائد واحد على صفر زائد تعطينا زائد ما لنهاية إذن هذه كم تصبح تصبح لنا زائد عفوا إذن هذه تصبح لنا كم زائد ما لنهاية متابع جيد إذن بما أن أعطت لنا زائد ما نعوذ هنا فقط بماذا بناقص واحد وهنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد أكيد الشيء الذي سوف نتحصل عليه يا أبنائي تصبح تسوي لنا ناقص واحد في ناقص واحد هو ناقص واحد هكذا ناقص واحد مربعة في ثلاثة تصبح لنا كم تصبح لنا زائد ثلاثة ونقص ثلاثة ناقص واحد في الثلاثة تصبح لنا ناقص ثلاثة زائد إثنان في الأخرى اللي هي كأنما هكذا كليا هذه كليا كأنما مضروبة في ماذا في زائد ما لنهاية بالرغم من المالها نهاية للتقريب فقط هذا يذهب مع هذا إثنان في سبح لنا زائد مال نهاية سبح لنا كم زائد مال نهاية بهذه البساطة وماذا يمكن أن نفسر نتيجة هندسية لأنه قال فسر نتيجة هندسيا نقول بكل بساطة C F ماذا يقبل X يساون ناقص واخد كمستقيم كمستقيم كيف هو عمودي يعني C F له مستقيم X يساون ناقص واحد مستقيم مقارب كيف هو عمودي أو شقولي أو موازي لمحور التراتيب هذه حتى تفهمها يا أبنائي إذن هذه دائما إحفاظوها لما تكون لكم عدد واحد على X ناقص A الكل مربع لما X يؤل إلى A بقيم أكبر أو أصغر هذه درستما في كتاب السنة الثانية يساون ناقص زائد مال نهاية الآن نأتي إلى إلى شيئا آخر قال وأحسب لنا نهاية هذا الفرق هنا قبل ما نحسب نهاية الفرق يمكن أن نحسب كذلك النهاية عند الزائد مال نهاية إذن نقول limit F لX لما X يؤول إلى الزائد مال لأن الدلة أصبح معرفة عند الزائد مال سبح لنا limit بما أنها دلة ماذا ناطقة تقول أكبر حد على أكبر حد انظروا أكبر حد لهو X قوى ثلاثة والمقام لو ننشره لهو X زائد واحد لكل مربع لو ننشره يصبح مربع الأول ناقص زائد 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 واحد أكبر حد لهو X مربع لما X يؤول إلى زائد مال نهاية نختز من هنا X مربع ومن هنا X مربع يبقى لنا في البسط لهو X فقط لأن X مربع أختزل مع المقام يصبح لنا لما X يؤول إلى زائد مال وهذه أكيد لو نأتي إلى هذه إلى هنا تصبح لنا زائد مال نهاية إذن عند الزائد مال نهاية تعطينا زائد مال نهاية لكنه لم يطلب ذلك إلا أن للتوضيح فقط لما نقوم بعمل جدول تغييرات ثم نأتي الآن إلى النهاية الأخرى لهي نهاية هذا الفرق الذي أعطيها لنا نركزها هو فرق أعطيها لنا يا أبنائي انظروا جيدا وقال أعطي لنا هذا الشيء تصبح لنا هنا أكيد يبحث عن المستقيم المقارب المائل تصبح لنا لميت هذه العبارة وهي عبارة الدل ما هي ناقص X زائد واحد هكذا لما X يؤول إلى زائد مال نهاية أكيد علينا أن نجدها تساوي السفر لأنه يريد أن نثبت أن هذه القيمة كمستقيم مقارب مائل هنا نفكر في شيء اسمه توحيد المقام وإلا كيف يمكن أن نقوم بذلك يا أبنائي لاحظوا هنا جيدا سوف نواحد المقام تصبح لنا لميت وهكذا نترك هذا الأمر هكذا ونأتي لتوحيد المقام مقام مشترك بما أن هذا مقامه واحد فنطلب هذا في هذا حتى يوحد مقامه فيصبح لنا X زائد واحد لكل مربع أما البسط فيصبح لنا X قوة ثلاثة زائد ثلاثة X مربع زائد ثلاثة X زائد اثناني ثم تصبح لنا ماذا أبنائي أركزوا أرجوكم تصبح لنا X سوف ننشر هذا تعالوا ننشره أمامكم لهو X مربع زائد اثناني X زائد واحد مضروب في ماذا في X انظروا جيدا في X زائد واحد ننشر يصبح لنا هذا في هذا يصبح لنا X مكعب زائد X مربع ثم عندنا هذا في هذا زائد اثنان X مربع ثم هذا في هذا زائد اثنان X ثم هذا في هذا زائد X ثم هذا في هذا زائد واحد نكمل تصبح لنا X قوة ثلاثة زائد ثلاثة X مربع يعني هذا مع هذا ثم زائد ثلاثة X ثم زائد واحد هذه القيمة لكن سبقت بماذا بناقص ندخل عليهم ناقص نصبح لنا ناقص X قوة ثلاثة ناقص ثلاثة X مربع ناقص ثلاثة X ناقص واحد لم أفعل شيء إنما قمت بعملة النشرة فماذا يحدث أنه هذا لما X دائما لا ننسى أنه يقول إلى زائد ما لا نهايه هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا بقيت لنا شيء اللي هو اثنان نتابع جيدا إذن ماذا يبقى لنا يا أبنائي بعدما تمت هذه الاختزالات بقي لنا تساوي لميت الـ X ما زال يقول إلى زائد ما لا نهاية لمن؟ لهذا ناقص هذا هو واحد على X زائد واحد الكل كيف الكل مربع وهذه مشهورة أنها النهاية يصبح واحد على المالة النهاية اللي هي الصفر واحد على المالة النهاية لأن هذا لو جاء إلى هنا يصبح لنا الصفر إذن النهاية أعطت لنا كم؟ أعطت لنا صفر الآن بما أن الصفر ما هو التفسير البياني لهذه النهاية نقول ومنه C F له مستقيم مقارب مائل بجوار بجوار هذه النهاية بجوار زائد ما لا نهاية معادلته هي إذا سميناه هذا المستقيم هو الدالتا معادلته Y تساوي ماذا تساوي؟ تساوي لنا هذا الشيء الذي أعطينا حتى تفهموا يا أبني هو هذا الشيء بما أن سبق بنقص لو كان أعطي لنا زائد يعكس كل هذه الإشارة لأنه دائما يقول F لX ناقص Y إذن معادلته هي X زائد واحد هذه هي معادلة تلك المستقيم المقارب المائل الذي يكون بجوار الزائد ما لا نهاية فقط نأتي الآن إلى شكل جدول تغيرات الدالة F عندنا الجدول ها هو سوف نقوم بملئه فقط إذن نقول جدول تغيرات الدالة F أكيد على المجال الذي أعطيه لنا X من ناقص واحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية قلنا أن الدالة غير معرفة عند الناقص واحد هو من قال ذلك يعني هكذا ثم ننطل عملية الملء عندنا هنا نقول F فتح لX تنعدم عند الألف انظروا جيدا هكذا أبنائي قلنا من هنا ناقص ومن هنا زائد حسب الجدول الذي أعطي لنا ها هو حتى لا تقول من أين أتى بهذه ها هو الجدول وهو الجدول J لX الآن وعندنا هنا مجال الصور نقول F لX ثم ننطلق نقول من هنا نزلت هكذا يعني سهم إلى الأسفل ثم هنا سهم إلى الآلة نقوم الآن بالملأة عندنا هنا وجدنا لو تتذكروا وجدنا أنها زائد ما لا نهاية وهنا وجدنا زائد ما قد حاسبناها وهنا علينا أن نقول تساوينا F لالفا لأننا لاحظوا X F لX إذن ألف F لالفا يعني حتى تتفهموا هذه الأشياء يا أبنائي الآن ها قد قمنا بتعيين ماذا بملء جدول تغيرات هذه الدلة فقط الآن نأتي إلى السؤال الآخر قال لاحظوا جيدا ماذا قال يا أبنائي عندنا ها هو قال نأخذ ألفا أعطينا تساوينا بالتقريب سفر فاصل 26 قال عين مدور F لالفا إلى عشر قوة ناقص 2 معناه عددين وراء الفاصلة معناه هنا بكل بساطة نأتي بالآلة الحسيبة هذا الأمر لا يتم إلا بالآلة الحسيبة نعوذ هنا نتابع جيدا إذا قلت نعوذ هنا ب 0.26 وهنا 0.26 قوة ثلاثة وهنا 0.26 مربع وهنا 0.26 كما أشير ثم نقربها إلى عددين وراء الفاصلة معناه بالتقريب لما نقوم بحساب هذا الأمر نجد 1.89 بالتقريب يعني هنا تقربها إلى الأعلى إلى 9 يعني تصبح لكم 1.89 فقط نظرنا الفكرة قد فهمت هنا الأمر إلا بالآلة الحاسبة يعني لا يوجد شيء آخر فقط نأتي الآن أبنائي إلى أرسم المنحاني هنا في الرسم علينا أن نحترم بعض الأشياء من بينها عولا عندنا المستقيم المقارب ماذا مستقيم المقارب عمود وهو X يساوي ناقص 1 X يساوي ناقص 1 معناه سوف يكون في هذا الموضع لهو قلنا مستقيم مقارب عمود نكتب هنا X يساوي ناقص 1 وعندنا كذلك ماذا عندنا أن المستقيم المقارب المائل الذي قلنا هو ماذا أنه سميته دالتا قلنا معادلته Y يساوي X زائد 1 ها هو حتى لا تقول من أين يأتي بهذه الأشياء انظروا جيد ها هو أمامكم سوف نقوم الآن برسمه يعني نستعمل جدوى المساعد إذا قلنا هنا X وهنا Y إذا أعطينا للX هنا 0 ف Y يسبه 1 وإذا أعطينا للX مثلا 1 يأخذ 2 النقطة الأولى هي 0 1 0 مع 1 ها هي النقطة الأولى النقطة الثانية 1 مع 2 مع 2 ثم نقول يا أبنائي بالتوصيل ما بين تلك النقطتين بهذه البساطة ثم نكمل هكذا المسار ونسميه هنا نسميه دالط ثم الآن عندنا كذلك أبناء اللي هي هذه الحفرة انظروا جيدا تشبيح حفرة قلنا أن الآلف أعطيت لنا بالتقريب قلنا 0.26 0.26 إذا كان هنا النصف فهنا الربع في هذا المكان مع ماذا قلنا أنه لما حسبنا صورة 0.6 وجدناها 1.89 1.89 نتابع جيدا معناه 1.89 إذا قلنا يعني يقترب من ماذا من 2 يعني يكون في هذا الموضع وقلنا تشبه ماذا تشبه الحفرة هكذا انظروا جيدا الآن كيف تتم قلنا أنه في هذا المكان يوجد مستقيم مقارب اسمه دالط لو تتذكر ها هو باللون الأخضر يعني هنا أمامكم أكيد سوف يكون مثل ما نلاحظ هنا حفرة ثم يصعد هنا كذلك معناه سوف يأتي هكذا انظروا ثم ينزل إلى هذا المكان ثم يتجه نحو هذا المستقيم المقارب المائل هذا هو رسم ونسميه هنا CF ويرسم باليد يعني مستحيل أن نأتي به مضبوط 100% لأن أيدينا ليس برنامج إنما أيدينا هي أيدينا هكذا أبنائي بكل بساطة هكذا الآن نأتي إلى السؤال آخر أبنائي قال لاحظوا قال اكتب F لإكس على الشكل لنقول بكل بساطة كتابة F لإكس على الشكل الذي أعطينا على الشكل وأعطي لنا هذا الشكل نظروا جيدا ها هو هذا الشكل معناه هنا أكيد سوف نستعمل ما نسميه النشط نسميه المطابقة أو يوجد لنا عدة طرق نستعمل المطابقة هي الأكثر استعمال لاحظوا جيدا هذه F لإكس وهذه F لإكس يعني مجرأ تسمية واحدة إلا اختلفت اختلفت الألبسة فقط سوف نلاحظ إذن هنا لإيجاد الأول هنا نستعمل ما نسميه أولا توحيد المقام كخطط توحيد المقام ثانيا النشر وترتيب القوى ترتيب القوى والمرحلة الثالثة والحاسمة اللي هي مرحلة المطابقة لاحظوا معي انظروا جيدا كيف يمكن إيجاد هذه الأشياء أولا لا نستعمل العبارة هذه إنما نستعمل هذه العبارة لأن هي التي نجد بها A والB تصبح تساوي أولا نوحد المقام قلنا توحيد المقام هو أهم شيء المقام مشترك أكيد وهو X زائد واحد الكل مربع الكل لا يختلف عن ذلك X زائد واحد مقام ها كم زائد A نعتذر زائد قلت A مقام ها واحد حتى تصبح لها نفس المقام نضرب هذا في هذا X زائد واحد الكل مربع زائد B المرحلة الأولى توحيد المقام نأتي الآن إلى المرحلة الثانية تصبح تساوي ونضع خط كسر دائما هكذا ونكمل يصبح لنا أولا تصبح لنا X زائد A وهذا جداء الشهر قلنا رقما إثنان نصبح لنا مربع الأول زائد ضعف الجداء زائد مربع الثاني زائد B على المقام وهو X زائد واحد الكل مربع تصبح تساوي نعيد كذلك نوحد المآق قلت نكمل النشر الآن نشر هذا في هذا يصبح لنا X قوة ثلاثة ثم في هذا يصبح لنا زائد 2X مربع ثم في هذا زائد ماذا انظروا زائد زائد X ثم هذا في هذا زائد A X مربع ثم في هذا زائد 2 ماذا 2A X ثم هذا زائد زائد A زائد B على X زائد 1 الكل مربع لم أفعل شيء إنما أنا أقوم بالنشر فقط الآن بعدما أكملنا نأتي الآن إلى العنصر الآخر وهو ترتيب القوى علينا أن نرتيب كل قوى لا هيدا فتصبح تساوي أولا نضع خط كسرها كذا نترك المقام كما هو X زائد 1 لكل مربع الترتيب القوى عندنا هذه القوى الأكبر نتركها كما هي X قوة ثلاثة زائد ثم نفتح قوس عندنا هذه وهذه زائد A انظروا جيدا 2 زائد A في X مربع استخرجت هذا وهذا كعام مشترك زائد ماذا زائد 2 انظروا عندنا هذا مع هذا زائد 2 A زائد 1 لأن استخرجت من هنا X كعام مشترك زائد A زائد B انتهى كل الشيء استخرج كل الشيء الآن نأتي إلى شيء اسمه المطابقة انظروا جيدا كيف نستعمل المطابقة في هذه الأشياء قلت استخرجت كل قوة لوحدها إلا أن هنا نسيت X فقط انظروا جيدا أن في هذه الحالة هنا عنده 1 وهذا عنده 2 A إذن 2 A زائد 1 أو 1 زائد 2 A طابق هذا مع هذا متساويا ثم X مربع وال X مربع العدد المضروب هنا في X مربع هو 2 زائد A يساوي العدد المضروب في X مربع له 3 أي من هنا لو ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا A يساوي 3 ناقص 2 وهو 1 ها هو الأقد ظهر 1 تبقى لنا كذلك انظروا جيدا A زائد B العزاب الذي لا يوجد لهم X وهو A زائد B نسميهم عزاب يعني لا يوجد لهم X يساوي هذا العازب كم وهو 2 لكن A نحن نملك قيمته نضحه في هذا المكان فصبح لنا 1 زائد B يساوي 2 ناقص B عفوا B يساوي لنا 2 ناقص 1 وهو 1 ها قد ظهر اذا A 1 وال B 1 اذا ماذا تصبح لنا النهائية يعني كعملية نهائية لهذه العبار يمكن ان نكتب هكذا F ل X يساوي X زائد A قلنا 1 زائد B هو 1 على لاحظوا على X زائد 1 الكل مربح هذه هي العبارة الجديدة لمن للعيدال F الآن بعدما وجدناها نأتي إلى السؤال الأخير أو ما قبل الأخير قال عين F الدالة الأصلية للدال F هذا السؤال يعني إلا تفهم في هذه الأيام سوف تفهمناه في الفصل الثاني على المجال عين دالة أصلية للدالة على المجال إذن نقول تعيين تعيين دالة أصلية للدالة ف عفوا للدالة F والدالة F هي دالتها الأصلية نقول بكل بسطة الدالة هذه قابلة الاشتقاق وكذا وكذا إذن فتصبح لنا F والتي تحقق يعني هذه الدالة الكبرى للدالة الأصلية أنها تحقق لنا لما نعوض X بالواحد نجد إذنان أولا نأتي بالدالة الأصلية تصبح لنا F لX تسب الدالة الأصلية لX مشهورة هي واحد على إذنان X مربع الدالة الأصلية للواحد هو X يعني حتى تفهموا قوموا باشتقاق هذا الشيء سوف تجدون هذا الشيء لأن الدالة الأصلية هي تقريب عكس للدالة الزائد لكن نحن نعلم عندنا قانون أن الدالة الأصلية لواحد على X زائد واحد الكل مربع دالتها الأصلية يعني الأصلية هنا مشهورة بقانون الذي يقول يسوينا ناقص ماذا مشتق هذه العبارة يقول يسوينا واحد على X زائد واحد بعدما كانت قوة اثنان نختزل تسبح قوة واحد وتعال نشتق هذه القيمة سوف تجدون الكلام أنه صحيح تعالوا نشتق ناقص واحد على X زائد واحد يا أبناء تعالوا نشتقها هل نجد ما انطلقنا منها أم لا تساوي مشتق البسط صفر في المقام ناقص مشتق المقام هو واحد في البسط على المقام انظروا جيدا مربع فيذهب هذا كليا والنقص والنقص بحلنا زائد إذن نحن على صواب ها هو أمامكم إذن تصبحنا ناقص واحد على X زائد واحد زائد ثابت اسمه ثابت دلة الأصلية ها هو أمامكم زائد C لكن إذن قلت دلة هذه علمنا أن دلة الأصلية هي نصف X مربع هذه X والأخرى قلنا هي أنه تصبح هذه العبارة لكن ننقص درجة ونضع النقص وهي موجودة على قناتنا في اليوتيوب الدواء الأصلية من الألف إلى ي الآن لكن أعطي لنا شرط آخر قال وَلَمَّا نُعَوِذْ بِواحد نَجِدْ إِثنان ما معنى معنى F قال F لواحد يجب أن تجدها كم إثنان معنى نأتي إلى هنا نعوذ بواحد ونعوذ هنا بواحد ونعوذ هنا بواحد ونجعلها تجسوي لنا إثنان لكي نجد الثابت C فتصبح لنا ماذا تصبح لنا واحد على إثنان عوذ زائد واحد ناقص واحد على إثنان انظر لأن هذا مع هذا زائد C يساوي إثنان ذهب هذا مع هذا إذن ماذا بقي بقي لنا واحد زائد C يساوي إثنان ننقل هذا إلى هنا نصبح لنا السي يساوي 2-1 إذن ماذا أصبحت الدالة الأصلية يا أبنائي الدالة الأصلية لهذه الدالة تصبح F-X تساوي 1-2X مربع زائد X ناقص 1 على X زائد 1 زائد ماذا زائد تلك السي لهو وجدناه وحد هكذا فقط أبنائي وفي الأخير أتمنى قد استفدتم من هذا التمرين الرائع والشامل كما لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة جزاكم الله وخيرا كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليا صفحة الأستاذ نور الدين كذلك كما يوجد لنا منتدى منتدى الأستاذ الأستاذ نور الدين موجود على الأنترنت هو تجدوها أسفل يعني لما تجدوا الفيديو هنا انظروا هنا في الأسفل سوف تجدونا زروا صفحتنا وزروا كذا وتجدوا منتدى مكتوب نور الدين نور الدين نور الدين نور الدين نور الدين نور الدين وفي الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر